سلام اليوم ان شاء الله جيتكم فكرة باش تزينوا الاطباق ديالكم وخصوصا سلطات بالخيار اول حاجة كناخدوا دائرة ديال الخيار اللي كتكون غليظة كنحاولوا اننا نفرغوها من هذك الوسط اللي فيها ومن بعد كناخدوا قطعة اخرى وكنحاولوا نقطعوا دوائر اللي كتكون ارقيقة حاولوا انكم ترققوها قدما قيتوا انكم ترققوها قدما كيجي ساهل عليكم باش تلفوها كتديروا لحسب انتو ما الغلط ديال الورضة اللي بغيتو انا هنا يا في الاول درت عشرة ديال القطع ولكن غادي نقصوا حدا حيث جاني غلط بزاف ما غاديش يدخل لي في هذه الدائرة اللي قطعت معكم كنستفهم طريقة اللي شاهدو كنلفوهم وكيعطونا شكل ديال الورضة كنضغط عليهم باش هكا كيدخلوا ليا لداخل وهذا والشكل ديالها صراحة تزيل اللي بسيط جدا ولكن كيجي راقي بزاف السلطات نعود معكم طريقة مرة اخرى الدائرة كنحاولوا انكم ديروها غليظة وكتخلوها كولا كتفرغوها من هذيك الزرع اللي كتكون في الوسط من بعد كتقطعوا دوائر اللي كتكون رقيقة وكتبدو كتلفو بهالطريقة اللي كتشاهدو معايا كيف ماشتو معي طريقة اللي جد بسيطة ولكن صراحة كتجي راقية في المنظر ديالها وهكا كنحصلو على وريضات بالخيار في اقل من دقيقة غادي تحضري بزاف ديال الوريدات اللي تزيني بيهم السلطات وان شاء الله الفيديو الجاي غادي نقدم لكم طريقة اللي قطعت بها طماطم بهالشكل اللي كتشاهدو معايا ممكن انكم ديروها في الفوق ديال الارز